أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام كرم جبر عمق ومتانة العلاقات المصرية العمانية والتنسيق المشترك بينهما في جميع القضايا جاء ذلك خلال لقائه رئيس جمعية الصحفيين العمانيين محمد المبارك العريمي وتناول اللقاء ضرورة التعاون وتطوير العلاقات الأعلامية بين البلدين في المجالات كافة الإعلامية وخاصة مجال الذكاء الاصطناعي وتنظيم تدريبات مشتركة للإعلاميين والصحفيين في البلدين وتم خلال اللقاء الاتفاق على رعاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للأمسية المشتركة بين جمعية الصحفيين العمانية ونقابة الصحفيين يوم الثلاثاء المقبل وذلك بمتحف الحضارات كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى إعلامي مصري عماني بمقر المجلس يوم الأربعاء المقبل